انا مستعد اني انا على الحدود السورية استقبلك وتحدى اي حدا يحكي معه كلمة هذا الكلام موجه للأساز الفنانين النجوم اللي عايشين برا وايضا كل المواطنين اصار مستعد استقبله بعيوني وراسي جمال استمام بحطه بفوق راسي وبفوت انا وياع سوريا مكسيم خليل بحطه بعيوني بفوت في عشان والسيد الرئيس هو قال انا احنا مانا علاقة الشعب بحاسبه يعني هلأ اي حدا عنده مشكلة بالدولة بيرفع التليفون بيتصل بأحمد رافع مستعد ساعده داخل ساعدت كتير ناس بالمشافي دخلتهم على المشافي عملي عمليات امنت زيارات تسجون طب حللنا مشكلتها الفنانين المعارضين يا سيدي هلأ بجهنهم تحية كلهم بدون استثناء محفظ الالقاب لكل نجومنا الخارج مواطن سوري مواطن سوري فنان انا مستعد ان كان فنان او مواطن عادي او 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 انا مستعد اني انا على الحدود السورية استقبلك على الحدود السوري استقبلك ولايف على الهواء مباشرة نفتح كاميرا وتحدى اي انسان يحكي معك وهي شواربي هذا الكلام موجه للأساز الفنانين نجومنا اللي عايشين برا وايضا كل المواطنين وانا مسؤول عن كلامك حتى اللاجئين حتى اللاجئين انا انا ما بسمي اللاجئين هي اي اي اصلا اصبحنا لاجئين مع كل اسم بس انا ما بسمي اللاجئين لانه ما بحب الاسم ما بحب الاسم بس انا بأجعلهم تحية حب واحترام وبقولهم انا كأحمد رافع انا روحي لكم ومستعد ان bois ينشتغلكون وىقمنكم وسكر عليكم الباب بيه امام باب بيتكن. ديروا بالكن. الان. ولا جهة امنية. ولا جهة امنية بتدق بابكن. وهي شواربي. اصالة. اصالة. ومستعد استقبلها بعيوني وراسي. بتفوتها ع الشام. وبفوتها ع الشام عكتافي بيحملها. ما حدا بيحكيها شي? لا اتحدى. ما بتروع السجن? لا ابدا. اتحدى وهي انا مسؤول امام الكاميرا. جمال اسليمان. جمال اسليمان. بحطه بفوق راسي وبفوت انا وياه ع سوريا. هلا ما حقلك بعد اسميق غمق لا غمق. خلص ماكسيم خليل. لا ارجوه ماكسيم خليل. بحطه بعيوني بفوت في ع الشام. ايش? ايه نعم. طب اذا فيها الاد سوريين بيحبوا بعض مثلا. ايه. خلا كمان تقول انه انت مميز عن باقي السوريين انه كمان فلسطيني سوري خالي نوضح. وانت اخدت جواز سفر من القائد. السيد الرئيس. صحي. خالد حافظ اصد الله يرحمه. وهي ما انا مسؤول امام السيد الرئيس دكتور بشار الاساد. وامام اللواءنا وحبيبنا سياد اللواء ماهر وامام كل مسؤول بسوريا. انه احمد رافع واصطة فلان. وانا مستعد ان يدخله لسوريا. وتحدى. اي حدا يحكي معه كلمي. نحنا ماناك عرفان يا ميسو كرم. السيد الرئيس متسامح مع كل الناس. طبعا. قال لي نحنا نحنا مانا نحاسب الناس اللي غلطوا بهذا الباب بحق هذا الوطن. الشعب بحاسبون. صحيح. الشعب بحاسبون قال لي. والسيد الرئيس هو اهل اهل انا مان احنا مانا علاقة الشعب بحاسبون.